الفيروز له طريقتين في اللبس اما فيروز علاجي واما فيروز اكسسوار واتفقنا ان الكطع الفيروز او الاحجار الكريمة بشكل عام لو صغيرة جدا زي الترسيع او الكلام ده فهنعتبرها اكسسوار ثانيا يا صديقي اهم حاجة في الخاتم اللي بتلبسه سواء كان خاتم كبير في الحجم او صغير لان الكبير او الصغير مايفرقش ده بيكون ستايل لبس ملوش دعوة بحجم الايد اهم حاجة هي النسب النسب المزبوطة ما بيكونش الخاتم عالي مترين ولا التصميمات اللي بنشوفها ولا خاتم زي العم ولا ان الدبلة مش منطقية مع شكل الخاتم نفسه لكن خلينا في احجار الفيروز الطبيعية وزي ما قلت لك كبر الخاتم او صغره ملوش دعوة بمقاس الايد ده ستايل لبس لو بتحب الاحجام الكبيرة في الخواتم فده مقاس خمسة وعشرين يلبس ايد اربعة وعشرين او تلاتة وعشرين مستريح لان انا دايما بعمل الدبلة دبل ومحملة فبيحتاج نمرتين زيادة بحجر حجم كبير والوزن للخاتم خمسة واربعين جرام فدي حاجة تقيلة على فيروز وفضة او ده اصغر شوية بمقاس تلاتة وعشرين ليد اتنين وعشرين او واحد وعشرين وحجم خمسة وثلاثين جرام وفي فرق هنا بين حجرين الفيروز رغم انهما سيناوي مصري طبيعي وهم حاجة زي ما قلتلك النسب في التصميم مش اي خاتم بيت لبس سواء كان مصري او سياغة ايراني او يمني اشوفك دايما على خير اشتركوا في القناة